شهدت مدارس القاهرة والجيزة وجميع محافظات مصر اليوم بدء العام الدراسي الجديد الذي انطلق أمس في مدارس 11 محافظة فقط وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت تشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة العمليات التعليمية بالمدريات التعليمية وحل أي مشكلات أو عوائق تعترض العملية التعليمية هذا وأعلن وزير التربية والتعليم طريق شوقي أنه سيتم بدء التقديم في المدارس اليابانية يوم 26 من ستمبر الجاري على أن تبدأ الدراسة يوم 1 من أكتوبر المقبل